أكد الأردن ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين عمان الصفدي رحب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر ببيان ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستطاني اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس وأشار الصفدي إلى أن بناء المستوطنات وتوسعاتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة قيمية ودولية وقال الصفدي أن ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم خدوثها الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وإسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه وبيّن الصفدي أن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين وبما في ذلك حق الأهالي في حي الشيخ جراح في بيوتهم لاعب خطير بالنار